أهلاً بكم بمناسبة الاحتفال بعيد القديسين بطرس وبولوس تلا قداسة البابا فرنسيس صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقبل الصلاة ألقى الأبو الأقدس كلمة أوضح فيها أن الله هو الذي يقوين بنعمته ويوحدنا بمحبته ويغفر لنا برحمته وأضاف لقد كان بطرس وبولوس شخصين حقيقيين ونحن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى أشخاص حقيقيين وخلص البابا فرنسيس إلى القول لننظر إلى داخلنا والنطرح على أنفسنا بعض الأسئلة هل يوجد فينا الحماس والغيرة والشغف للرب والإنجيل؟ أم أنه شيء يتفتت بسهولة؟ وهل نحن حجارة عثرة أم حجارة بناء للكنيسة؟ وهل نعمل من أجل الوحدة ونهتم بالآخرين ولا سيما بالأشد ضعفا؟ وختم قدسته بالدعاء بأن تساعدنا مريم العذراء سلطانة الرسل لكي نتشبه بقوة وسخاء وتواضع القديسين بطرس وبولوس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر